بوم مارو ترانسبلانتيشن بوم مارو ترانسبلانتيشن هو فعلا العلاج الحقيقي لحالات الابلاستيك انامي الفكرة كلها بتاعت بوم مارو ترانسبلانتيشن احنا بناخد عينة من البوم مارو الشخص سليم وبننقلها للشخص اللي هو المحتاج البوم مارو طبعا العملية ديت مش سهلة وبتاخد وقت وهنعرف بعد شوية ايه الوقت ده بيتاخد في ايه بصة طب الى ان نجد البوم مارو المناسب عشان ننقل لشخص المريض محتاجين نعمله سابورت الثرابي سابورت الثرابي ان انا ادعمه بالحاجات اللي هو عنده مشاكل عنده نقص في الاربيسيز الاربيسيز محتاج ممكن اديله حاجة اسمها باكت اربيسيز وعنده نقص في الصفايح فممكن يكون محتاج صفايح وعنده نقص في الوايت بلات سيلز فممكن يكون محتاج برضو طب ايه بقى ممكن اديله بلات ترانسيوجين كامل او اديله اجزاء الاجزاء ديتعوضوا عن الاربيسيز باكت او عن بلات بلاتلس او بالوايت بلات سيلز وممكن يكون محتاج انتيبيوتك مضاد حاوي عشان اللي احنا قلنا عليه طيب ايه بقى الصعوبة في عملية زراعة النخيع العاصمي الصعوبة في عملية الزراعة النخيع العاصمي هي في وجود زي ما بنقول ماتشد دونر او كومباتابل ساعت نقول عليها كومباتابل دونر طيب الكمباتابلتي دي التوافق بين الدونر والريسيبيان لازم في حاجتين يكونوا متوافقين الـ HLA حاجة اسمها الحاجة التانية اسمها الـ ABO طبعا ده بياخد منها وقت عمل لما بنلاقي متبرع متوافق في الـ HLA وفي الـ ABO وبالتالي بعد كده بنعمل عملية اللي هي زراعة النخيع العاصمي اللي هي بتحتاج بعد العملية برضو support support ده لازم اعزل المريض كويس جدا عشان ان يتفادا يحصل له في الفترة الاولية من الزراعة وممكن يدي له علاجات العلاجات دي تتثبط له شوية في الجهاز المناعي بتاعه على اساس انه ما يتروتش الخوع العظمي اللي يدخله في نفس الوقت زي ما قلت لك العزل العزل مهم جدا عشان امنع عنه حدوث بشكل مهم جدا